موسيقى السيدات والسادة تحية طيبة أينما كنتم سادتي الأكرم وعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة أربعانية الإمام الحسين عليه السلام سادتي الأكرم في برنامج قضية للمناقشة ومن استوديوهات تلفزيون التركمان ومن وسط بغداد في هذا الحوار السياسي الأسبوعي أرحب بضيفي النائب مختار الموسوي عضو لجنة شؤون الخارجية النيابية حياكم الله وبياكم سيادة النائب بسم الله الرحمن الرحيم الله محييك وأشكر قناتكم الكريمة بتاعنا خرصة لمقابلة في كل أسبوع في كل شهر مرة الله شكرا جزيلا لكم سيادة النائب الأمة الإسلامية تحي هذه الليلة ليلة الأربعانية الأربعانية استشادة إمام حسين عليه السلام وأخيه أبا الفضل العباس في واقعة الطف الأليمة هذه الواقعة الأليمة واقعة كربلاء التي يعني هذه الواقعة الأليمة سجلت تاريخا حافلا جهاديا بطوليا للإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في كربلاء المنقدسة بسم الله الرحمن الرحيم وعز كافة المسلمين العالم هذه المناسبة الأليمة من ناحية ومناسبة التضحية والإيثار من ناحية أخرى إمام الحسين عليه السلام مو فقط للناس المخاصين أو بالنسبة للمذاهب الإمام الحسين عليه السلام من قال في أيام هكذا الأيام قال كل مسلم العالم كل العالم كل الإنسان إن لم يكن لكم دين كونوا أحرارا في دنياكم من هو حر مع الحسين من هو يحب الحرية والديمقراطية والإنسانية مع الحسين عليه السلام هذا مو فقط بس ناس خاصين على كل المسلمين على كل الإنسانية أن تحتفل في هذا اليوم تستذكر بطولات الطبيعات بمناسبة قائد الأحرار وقائد الثوار استشهاد الإمام الحسين عليه السلام نعم يعني ذكرى أليمة وفاجعة أليمة على المعمورة كلها سيادة النائب سيادة النائب موضوع الحلقة التجادبات السياسية وتأثيرها على أوضاع البلاد يعني أنتم كنواب يعني التجادباتكم السياسية وككتل سياسية إلى متى هذه التجادبات وأزمات مزمنة متواصلة منذ سقوط النظام الباد منذ 2003 ويعني هذه الأزمات منها هذه الأزمة أزمة استهداف المقار مقار البعثات الدبلوماسية في بغداد يعني هناك اجتماعات متواصلة ودولة رئيس الوزراء التقى بعدد من القادة الأمنيين وشكل اللجان وأيضا التقى رئيس الجمهورية بسيد رئيس الوزراء لمناقشة هذه التطورات الخطيرة والتعديدات والتلوحات التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروكية على أنه في النية إغلاق السفارة الأمريكية يعني إلى ماذا إلى ماذا تعز هذه الأسباب استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية ترى أي جهة هذه تسهدف أمنة وسيادة البلاد أولا ذكرت من 2003 التجاذبات السياسية والخلافات السياسية إن كان السياسيين المتواجدين من 2003 إلى يومنا هذا يحبون الوطن ويحبون الشعب العراقي كان ما يكون خلافات لأنه أكو مصالح حزبية ومصالح شخصية صار الإختلافات وعدنا بالتاريخ من آدم عليه السلام إلى يومنا هذا 123 ألف نبي ما اختلفوا لأنه كان هدفهم واحد لو كان السياسيين هدفهم واحد لكان العراق بخير كان هدفهم حب الوطن وخدمة الشعب العراقي كان هدفهم بخير أما بالنسبة المقارات الدبلوماسية هناك ناس منافقين يكرهون الحشد ويكرهون الثوار ويكرهون الأربعينية الحسين عليه السلام لأنه أربعينية على الثوار يعملون هذه الأمور لزرع بلبلة في داخل البلد ولزرع الفتنة في داخل البلد كأنما يريدون بأنه الحشد يخلوا لها نهاية أنا أبلغهم من قناتكم الكريمة الحشد يلغيها من أصدر الفتوى تشكيل الحشد ما أحد يقدر يلغي الحشد وبعدين البعثات الدبلوماسية مثل ما صار فيه سهل نينوة صاروخين قبل شم يوم أنا كنت موجود بالمنطقة صاروخين بعيدة عن قطعات الحشد تقريباً أربعة كيلومترات وجدت سيارة من نوع كية رمت صاروخين إلى منطقة إلى مطار كركو مطار أربيل واتهم فيها الحشد بأتقادك لماذا يتعمون الحشد؟ يتعمون الحشد لأنه الحشد يكره إسرائيل يكره الدول بعض الدول الخليج يكره الأمريكا الحشد لأنه قوة المنظمة العقائدية في داخل العراق بقيت القوات على راسي لأنه الحشد الحمد لله صار دمج يعني تقريباً بالأفكار بالأمور بالمعارك بين الحشد وبين الشرطة الاتحادية وبين الجيش هذا تعلم عن الثاني واللي تعلمه أكثر بقيت الأجزاء الأمنية من الحشد يعني الحشد الشعبي ظهير القوات الأمنية ظهير قوات المسلحة نعم كافة يعني مو دائماً الحسد الموجود في داخل العراق وفي كل العالم الحشد برد بتحرير البلد المتأخر دائماً يحشي على المتقدم هسا أروح خلي طلاب اثنين يمتحنون طالب ما حاضر على ما محضر المحاضرة وطالب محضر المحاضرة الطالب الما محضر المحاضرة يقول هذا حتماً سواء لثالف أخذ لمية بالمية الحشد قدم بشرف التحرير قاموا بعض الناس المنافقين وبعض الناس اللي يكرهون تحرير العراق قاموا بيتكلم على الحشد أي من كان ولو هم خلي أنا من قناتكم أقول بأنه الحشد لا يتغير لأنه مسألة عقائدية ما ممكن تغييره لا قواته وابنينه ولا هذا مسألة بناهم العقيدة يا ثوار بلدكم في خطر أنجاس في داخل بلدكم أخرجوا الأنجاس وحروا بلدكم يعني تجمع عقائد تجمع مبلعي ما ممكن تغييره وما ممكن انهاء العشد يعني سيادة النائب كنائب وكعضو لجنة شؤون الخارجية كيف تقرأ يعني استداف المقار الدبلوماسية البعثات الدبلوماسية عن شيء خطير يعني لا يمكن القبول بهذه الاستدافات يعني استداف لسيادة البلد وأيضا لسيادة الدول التي لديها بعثات دبلوماسية يعني تعتبر كل المقار الدبلوماسية بقعة من تلك الدولة مثلا السيد رئيسي الوزراء شكل لجنة برئاسة السيد قاسم العرجي وبعضوية السيد فالح فياض وقاد من الجيش والشرط والمخابرات والمدير الداخلية والسيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي زارة إقليم كردستان وتبحث حول هذه القضية قضية استداف مطار أربيل يعني هناك أمور يعني ربما كلش أمور خطيرة تسادف تسادف أمن وسيادة البلد أنا أقول أجاوب على سؤالك لحد الآن البعثات الدبلوماسية والمقارات الدبلوماسية والله أدي يقين يعرفون سع جلستنا وقعدتنا وقلامنا لون القلم هل صار لهم سنة يحشون ما يعرفوا منين تنطلق صواريخ هاي الأجهزة الموجودة ترى أجهزة أنترنت وأجهزة الموبايل أنطولنا ورما صاير اكسباير عدهم ورما انتها مفعولة من يمهم عدهم معلومات عدهم أجهزة تقنية أقوى من الأنترنت وأقوى من الموبايل اللي يجيبنا كل واحد بجيب موبايل هل البعثات الدبلوماسية ما يعرفون صواريخ منين تنطلق يعني سر خمام السماوات تجين الصواريخ يعرفون صاروخ لأنه أي جهاز يتحرك في داخل بغداد أدو مستمكان في زمن إذا عشت بتمبر كنا في خارج إحنا أي رجل يجيب طاري إسم أسامة بن لادن يأشر عنده موبايل ينقطع موبايله إذن هذه البعثات الدبلوماسية اللي عندهم تقنية أكثر من عدنا يعني بالنسبة أكثر من عدنا هواء أكثر من عدنا تقنيتهم هل ما يعرفون صواريخ منين هل ما يعرفون نوع الصاروخ هل ما يعرفون نوع الحفرة اللي تحفر الصاروخ مع الأسف يعني العراق نضيعوها بالكذب العراق نضيعوها بالتعامل مع الدول الأجنبية أقرب من وطنهم من شعبهم هذا مصير العراق اللي وصل تعال شوفوا مثلا الرواتب نجي على قضية الرواتب سيادة نائب أنتم كأعضاء لجنة الشؤون الخارجية هل التقيتم ببعثات دبلوماسية بسفراء الولايات المتحدة والسفراء الدول الأوروبية والسفراء الدول العربية للتوضيح هذه الأمور والملابسات أنا التقيت مع السفارة الأذربيجانية ومع السفارة الأسترالية ومع السفارة الألمانية والتقيت أخيرا مع وزير خارجية العراق ماذا قال سيد وزير الخارجية؟ وزير الخارجية بأنه موجود هذا الكلام موجود في داخل العراق مرة ما موجود مع كل الأسف كيف يعني بومبيو اتصل وعرب لا من راحة وواشنطن ما جابوا طاري هذا المواضيع لأنه موضوع لأنه يعرفون ما في داخل موضوع بس حاليا بارحة ذاك اليوم بارحة اللي صار في داخل كربلة ناس عدهم تعزي وعدهم استشهادة الإمام الحسين عليه السلام جايين شباب بالناصر يسموهم ما زلش يسموهم شائلين بعض اللافتات ضد الثوار الموجودين في داخل الحرام الحسين وحرام العباس عليه السلام لماذا؟ ليش حكومه؟ ما تدري من هذا المواضيع؟ ما تحل لهذا المواضيع؟ صواريخ جاية صواريخ؟ يعني منين جاية الصواريخ؟ إما تنطلق الصاروخ وما بدون نار بدون لبة صاروخية تنطلق الهبة الصاروخية اللي يسموه صاروخ ترى من بعد كيلو متر هاي الصاروخ لأنه أنا قسم مدفعي ضابط مدفعي إذا تنطلق صاروخ من بعد خمس كيلو مترات تعرف منين انطلقت الصاروخ؟ يعني هذي القذائف يعني ما تشير إلى صناعة أي دولة مثلا من أي جهة؟ يكون من صاروخ توقع موجود مدين وين مصنعه وين من صمامة اللي صاروخ اللي توقع يعرفوا صمامة منين؟ أصل الصاروخ روسي، إيراني، أمريكي يعني تعتقد جهات معادية للعراق تستدف وتريد أن تعتقد؟ منافقين معادين للعراق جهات يريدون يصيدون مثل ما نقول ما يأكر يعني هم يعرفون ويريدون يوضعون في مأزخ الحشد وعلاقاته مع الحكومة أو علاقة الحشد مع السياسين المتواجدين في الساحات هذا الموضوع موضوع مفتعل من قبل مجرمين الدولة اللي لم يحبون الوطن سيادة النائب يعني أيضاً التقت السيدة بلاسخار مع رئيس أركان الحشد يعني اللقاء ممثلة الأمم المتحدة بهيئة الحشد وبعسكر الحشد يعني إلى ماذا توحي هذه اللقاءات؟ يعني أكيد هناك يعني صار بموجب موافقات يعني التقت السيدة ممثلة الأمم المتحدة هي التقت مع المرجع الديني عبدالله وبعدين التقى مع هيئة رئيس أركان هيئة الحشد لأنه كان وعدهم تقريباً الحشد تفد شيء خوف يعني أصبحت أدة تصورات إيجابية تصورات قعدت بأنه ناس مسالمين ناس وطنيين ناس مبدئيين وطلعت ما بعد اللقاء طلعت في يعني في حالة جيدة من الفرح يعني من طلعت يعني عرفت بأنه الحشد ونفو الحشد الحشديون نفو هاي الصواريخ اللي تنطلق من بعض المناطق هل من المعقول توقع صاروخ الحشد مقر أمام مقر منظمة بدئت في الجادرية؟ لا ليس صورون حشد ناس عشوائيين ناس عدم تقنية ناس عدم أمور ليس صورون صاروخ توقع والله في منطقة إفلانية وبعيدة عن يعني في الرضوانية سقط صاروخ في الرضوانية استشهدوا هذا الصاروخ استشهد عدد من العوائل عدد من العوائل خمسة أشخاص يعتقد نساء وأطفال يعني ما ذنبهم يعني ما ذنبهم الحشد ما يعمل هذا الأمر نعم ايه الحشد اللي حرر المناطق اللي مو مناطقهم فصائل المقاومة الإسلامية كلها نفت وحتى سماحت السيد مقتد الصدر أصدر بيانات وتغريدات طالب بها بضرورة الكشف عن تلك الجهات هم قبل الفترة قليلة جدا قبل ثلاثة يام أربعة أيام الأخوة في وزارة الدفاع علنوا بأنه نزامنا على ستة من اللي يضربوا نص ما يعلنوا ما ساميه لماذا أنتم لم تطالبوا تلك الجهات بالكشف؟ عاد سع من إذا عادت من تعلننا ساميه مجرم ليش خايف أنها نسمع نعنه نسمع ونطلع بالتلفزيون هذا المجرم كان يرمي الصواريخ هذولة ستة وين هم هذولة ستة؟ هل يفهمون؟ أنا بعد بالدوام يوم عشر عشر إن شاء الله يصير الدوام لأنه وسح ممتواجدين جماعة النواب في داخل بغداد يوم عشر عشر أروح لجهة الأمن والدفاع أريد نلتقي مع هذولة ستة السجنة لأنه وزارة يعني طالبتم باللقاء معهم؟ لا يوم عشر إن شاء الله يعني بعدكم ما طالبتم؟ ما قدمتم طالب؟ لا لأنه وصلنا مرحلة أربعاء وخميس أربعينية يعني تقريبا صار برود بالموضوع يعني سيادة نائب أنتم في كل شيء تتحججون تتحججتم بعدم عقب جلسات من جائحة كورونا بأسباب جائحة كورونا والآن مناسبة الأربعينية وظروف مثلا العطل الرسمية وعطل الدينية يعني إلى متى المواطن ينتظر؟ ينتظر منكم أن تتباحثوا أن تعقدوا جلسات طارئة لمناقشة أمور البلاد المالية والاقتصادية والسياسية وخاصة هناك التجادبات السياسية حول موعد الانتخابات ومسودة قانون الانتخابات لحد الآن هناك التجادبات على كيفية صياغة قانون لإجراء الانتخابات ضمن دوائر متعددة أم ضمن دوائر مغلقة أم دائرة واحدة في المحافظات وأنتم تحتموا سمع في المناطق المتنازع عليها دستوريا واللي ما أعتقد في كل الدساتر العالم هناك اسم متنازع عليها بين المحافظات في بلد واحد الموضوع أولاً مع الاجتماعات والجلسات مع المجلس النواب أكو أكو أشياء أكو مسؤولين سياسيين متعمدين على هذا الموضوع أطلوا المجلس ومجلس دورة ضعيف في الدولة ولا أكثر النواب ما يعلمون ماذا يجري في البلد يعني مع كل أسف ونالك أم آر في هذا الموضوع سياسيين وأنا أعاتب من موقعكم من قناتكم اللجنة الرئاسية مفروض يعني تقصد هيئة رئاسة الفرق هيئة رئاسة مجلس النواب مفروض ينظمون الجلسات مثل ما نسميه تايم تابل أربع سنوات أكو عقلة تشريعية البقية دوام تايم تابل أنتو يعني أنتو نواب كورونا مرضى كورونا مرضى النواب صحيح مرضى الكورونا ما وقف أي مجلس النواب في دول العالم يعني هيئة الرئاسة هيئة الرئاسة تنتظر المقترحات والتواقير من السادة النواب دائما نكتب في القروبات يا أخوان يا رئاس مجلس النواب شو الفائدة بالقروبات سياسي النائب وإحنا هنبلغم تلفونيا أموريا بأنه يا أبا إحنا شعبنا محتاج جلسات النواب جلسات منتظمة ومتوالية يعني مستمرة جلسات مفروضة مع كل أسف أكو أمور يعني مو خارج النظر أكو أمور أخرى لتعطيل الجلسة يعني سياسي النائب الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في أكتوبر من العام الماضي يعني أسفرت عنها استشهاد عدد كبير من الشباب وإصابة عدد كبير وخسائر وإغلاق المدارس قبل جائحة كورونا طبعا شأنت الانتفاضة الشبابية المطالبة بالحقوق الاجتماعية للتعينات والخدمات يعني إلى ماذا أسفرت تلك الانتفاضة إلى استقالة حكومة السيد عبد المهدي وجاءت حكومة السيد مصطفى الكاظمي حكومة السيد الكاظمي وعدت وأوفت بوعدها بإعلان ستة ستة 2021 موعدا لإجراء الانتخابات وحسب مطالب الجماهير وجماهير الشعب العراقي ورأي المرجعية الدينية أيضا المرجعية أكدت على إجراء انتخابات مبكرة أين أنتم من هذه الانتخابات المبكرة هل تعتقد بأنه هناك تماهل ومماطلة في عدم إجراءها مثلا أولا صارت تصويت على الدوائر المتعددة انتخابات وانت سميت ما سميت بعض الأمور خلي نجزأ الأمور نعم تفاضل أولا شباب من يطلبون درجات الوظيفية من هو يحرق الدوائر الحكومية يجيد وظيفة يحرق الدوائر وبعدين ربطت الموضوع نعم من تربط الحكومة مع المرجعية يعني ما تخلي واحد يجاوب على الثاني بعد لأنه أنا بالنسبة لمرجعية خط أحمر انت ربطت كلها بالمرجعية بالأخير أنا ما أغير يجاوبك بهذا الموضوع لأنه ولا تربطوا بعض المواضيع للمرجعية حتى بقا ما ربطت بالانتخابات وإنما المرجعية طلبت بإجراء انتخابات مبكرة هذا الهدف الرئيسي المرجعية إجراء انتخابات مبكرة بعد تكملت كل أمور أولا انتهيت شعب العراق للإجتخابات ثانيا تكملت التقنية والفنية من قبل المفوضية هل الحكومة قامت ما قالت المرجعية أولا مرجعي من يقول انتخابات مبكرة على الحكومة حركة قوية لتكملة التقنية والفنية المفوضية الحكومة وفرت وأمنة وين وفرت حكومة قالت مستحدة سيادة نائب الحكوم لو ما أكدت لا 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 أنا قلت من هذا القناة بعد ما كاملة الأمور الفنية يعني لو ما متأكدة من أمورها الفنية لا 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 ما متأكدة أنا قلت 100% كاملة يوم ستة ستة 2021 نجرى انتخابات إذا صارت ستة ستة يوم سبعة ستة نلتقي بقناتكم إذن هناك نية لا لا مقضية نية أولا استحضاراتها ما حاضرة للانتخابات الشعب العراقي مستعد بالبيت التشريعي سيادة نائب الاستحضارات بالبيت التشريعي أنتم كبيت التشريعي الحكومة استحضارات الفنية لن نروح لغا الموضوع استحضارات الفنية لانتخابات دوار المتعددة بعد ما مكملين لماذا بعد ما صوتوا عن الدوار المتعددة تصوتوا دوار المتعددة مفروض تصويات دوار المتعددة مفروض بأنها لك محافظتان مهمتين في العراق كاركوك وموصل ما ممكن يصير تعددية بها ليش لأن مفروض تستثنى هذا المحافظتين الكركوك والموصل يعني دائرة واحدة لأن هناك قوميات هناك مجامع مجامع ما ممكن مثلا في الموصل أكو تركمان في سهل نينوة 36 قرية أو أكثر من 36 قرية أكو تركمان في تلاعفر في محلبية في عياضية كذلك في كركوك أكو تركمان أكو أكراد أكو عرب مفروض هذا محافظتين أنا بنظر يصير دائرة نسيت صلاح الدين عندك صلاح الدين وديالة لا الأهم كركوك وموصل ديالة وصلاح الدين نفس الحالة صلاح الدين تقريبا راح تنربط تسخرماته وآمر في بعض الوحدات الأخرى معهم يعني أنا أتمنى كركوك تسخرمات كركوك وموصل وصلاح الدين وديالة تدرس مو مثل بقية المحافظات مثلا البصرة البصرة كل عراب وكل ناس إذن أنتم كتركمان تقرون هناك مشكلة في المناطق المختلطة نعم في المناطق المختلطة أيضا حزب الدموقراطي الكردستاني أيضا كان رافض والآن أعتقد يعني قبلوا بالمناطق المتعددة لإجراء الانتخابات قبلوا ما قبلوا ومفروض هو الأخ الرئيس المجلسي قال العليا الأقليات والمكونات أو القومية تارت التركمان قال علي هذا الموضوع إحنا عليا يعني أخذت وعود من سيد الحلبوسي بأنه بعد الأربعين بعد الأربعين نبحث عن موصل عن كركوك بأنه أنا برأي دائرة واحدة بالنسبة لكركوك وموصل وصلاح الدين ودياله لأنه دوائر متعددة مو منصالح بعض القوميات مو منصالح من بعض يعني هذه حجة سياة النائب حجة للكتل والأحزاب السياسية الإسلامية أعتقد والقومية لربما في تلك المناطق حتى شنو أيضا تأخذ دورها مثلا مو حجة هس أنت سمعت ذاك اليوم المناصب الجديدة من طلع من رئاس الوزراء شوف تفد واحد تركماني بيوم مو حجة تهميش 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 العدوين دوركم سياة النائب أنتم تركماني توزعتوا ما شاء الله حضرتك تركماني عم إيد الوحدة في قائمة تحالف الفتح نعم السيدة أرشد الصالحي والسيدة خديجة والدكتور أحمد هم في قائمة في تحالف النصر أعتقد ضمن السائرون أعتقد تحالف النصر مو وأقسم من عدكم في تحالف البناء هذا موضوع يعني هناك إشكالات أنتم أستاذ هذا الموضوع لم تكونوا كخلية كخلية واحدة مو قضية لو نصير عشرتنا في داخل كتلة وحدة نفس التهميش لأنه أكون هناك سياسة خارجية مسلطة على الحكومة العراقية بتهميش بالبداية بررتم بأنه إنشطاركم على الكتل والقوائم من فائدة التركمان حتى تشكلون السند ولوبي للتركمان ولكن للأسف الشارع التركماني والمواطن التركماني اللي داي يلاحظ ويدي يتابعنه ما استفادوا يعني مراضي يعني الشارع التركماني والشعب التركماني على رأسي وعلى عيني من البداية ثمن نواب سبت ثمن نواب نفتر لا خلينا رئيس الوزراء القديم نكتور عادل عبد المادي ولا خلينا الأخ رئيس الوزراء المرشح اللي ما صوت محمد توفيق لا خلينا الكاظمي ولا خلينا الأخ دولة القانون ولا الفتيح ولا السائرون ولا النصر إلى أن وصلنا المرحلة بأنه كلهم انطلنا كلمة وعود شفاهية مع الأسف بالعراق وعد ما ظل وعد يعني أعتقد أعتقد سيد محمد علاوي كان ناطيكم وزارة وزارة المرحوم حسن وزمان الله يرحم حسن وزمان راح انتقل إلى جوار ربي جوار ربي يعني هسه تطمن المنصب هم راح انتقل إلى جوار ربي لا منصب ما انتقال إلى جوار ربي منصب من انتظرهم منصب وصارت جلسات ما صارت جلسات وإن شاء الله من المرشح للمنصب يعني صار كيف أنتوا شو لا رشحتوا اسم لا بلى موجود اسم موجودين يعني الله كريم ما نقدر إحنا نعناني كل الأخوة النواب تفقون يعني تسمحني أقول لك الاسم يعني لربما لربما حضرتك ما معلوم أي واحد يصير إن شاء الله إذا تم ترشيحك من أي كتلة يتم ترشيحك من كتلة التحالف لا لازم تركمان نواب تركمان نواب تركمان حتى لا يتجزؤون لا يتقسم التركمان كما قس كما أكوناك مؤامرات التقسيح حضرتك تحالف الفتح تحالف الفتح أكيد يعني السيد العامر أيضا يعني يدعمك ويتفع تحالف الفتح تحالف السايرون تحالف هذا اللي يحب بلده واليحب قوميته ما يأثر لتحالف هالساعة إحنا مثل ذا نوبات تسئلون مثلا نائب من تلعفر نائب من نينة ونائب من كاركوك ما كو نائب إذا هو نائب حقيقي لكل التركمان يعني بالدورة القادمة هناك نوابنا الأخذ يحيصيرون يعني لا لا نائب نائب تركمان للتركمان من بصرة إلى زاخو من خانخين لتلعفر يرضى يرضى ما يرضى خلي طلع من نيابة أحسن نائب تركمان للتركمان العراق وبعدين أكو أكثر الأخوة المسؤولين سياتيين بصورة خاصة العرب يقول لك عمقنا القومي قاهرة عمقنا القومي سودان بعنم عمقنا قومي عدنا لسا ما في تأمنى سياتي النائب حضرتك قومي إسلامي لا تسمح لي لا تسأل سئلة أنا أحب أولا حسب الأمور أولا كل العالم مسلمي أكو بيهم عرب أكو بي لا تحرجوا النباس تركماني مسلم واللي يرضى يرضى لما يرضى خليه يروح وينما يروح لا تخلونا يعني إسلام محمد صلى الله عليه وسلم نزل على العراق نزل على كل الأمة رحمة للعالمين ما نزل على العراق هي اسمه بالقرآن رحمة للعالمين يعني تربطونا بحالة القومية التركمان يقول لك أنتو الفتح فتح بيها التركمان اسمه فتح التركمان بيه التركمان بيه مسيحين بيه كراد بيه الفتح كلهم بيه يعني إحنا مثل والله واحد ما يذكر بعض القضايا في داخل تلف إذا عود التلفزيون أكفت مثلا ما ينذكر بيسمع على الأسف ما ذكر يا الله ليش يعني لا لأنه مو يعني سيادة النائب المواطن هس لا 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 تحرجوا لنا تركمان بالفتح تركمان بالنصر تركمان بالجبه كلهم يخدمون التركمان الما يخدم التركمان خليت العبر خليت على صفحة سيادة النائب يعني بعد أيام ستعقد الجلسات إن شاء الله على بركة الله إن شاء الله هل تتوقع أنه راح تحسمون الاسم المرشح واسم الوزير ولو الفترة المتبقية لم تبقى فترة محددة إلا فترة قليلة لا فترة مو قليلة أنا أقول لك فترة مو قليلة شنون يعني يعني مقدمة الحشي سمعت يعني أنتوا أكدتوا أنت قلت راحة ستة ستة أنا قلت لك لا ما ينوح ستة ستة 2021 إذن فترة ما حد يقدر يحدد الفترة الفترة ما معلوم يعني هسا حاليا أنا قعدت مع المفوضية قعدت مع أكثر الفنيين بهذا الموضوع ما ممكن تكمل القضايا الفنية والتقنية المفوضية تقول إحنا جاهزين يعني في حال تأمين الميزانية الخاصة للمفوضية يعني السادة القضاة اللي انتخبتوه منتو اللي رشحتوه أخويا الساعة تجاهزين الساعة المؤامرة اليوم طلقوا الرواتب صارهم عشر اليوم عشر عشر تسعة عشر اليوم غير لا مو تسعة يجوز ثمانية سبعة ما أدري التاريخ ما مضابطة يجوز اليوم انطلقت اللي يش انطلق الرواتب اليوم يعني شافلوا جابوا من سماوات أكو قضى مؤامرات للشعب انتو يا السادة يا نواب ما عقدتوا جلسة طارئة لبحث هذه المسألة لهذه المسألة المهمة يعني معيشة المواطن معاش المواطن رواتب الموظفين يعني كيف حتى الأسواق تأثرت يعني الرواتب تأخرت السيد وزير المالية يطالب أيضا بسن أقد اللجنة المالية للمجلس النواب أقد جلسات ليلا ونهارا إلى أن وصل المرحلة اليوم انطلق الرواتب أيش تتذكروا وزير المالية قال قبل أسبوع قال إلا الموازنة نعم أنت موازنة إش دخلك بالموازنة فرلمان على الاتراب رادي ذب الطوبة على المجلس النواب الذي خلص روحا عميها حكومتنا حكومة الموظفين هس اللجنة اش قررت وأطلقت الوزارة رواتب لجنة مجلس النواب ضغط ومجلس النواب ضغط على وزير المالية وما ينقل هناك بعض السياسيين أدي أساميهم ضغطوا على رئيس الحكومة بتوزيع الرواتب رئيس الحكومة وعد قال بأنه قلال يوم يومين ستطلق فعلا الحكومة أطلقت سمحنا هذا لن نلعب مشاعر الشعب العراقي لن نتعامل أرزاقهم بسياستنا الشخصية ومصالحنا الشخصية خلي يكون الأرزاق جهة حرة بالموضوع لن تدخلوه بالسياسة أكو من أرزاق والأموال والرواتب مفروض معزولة هذا قضية إنسانية ومن حقوق الشعب العراقي مو الرئيس أو الوزير أو المجلس النواب يتلاعبون يوم يطلق كل شهر موجود الراتب هسنتوا كنواب شو كنت استلمتوا رواتبكم إحنا بعده ما مستلم بعده بعد المواقع بعد المواقع ذكرت بأنه كرلمانيين استلموا هذا الدعايات كاذبة أنا أقل لك ما مستلمين ولا نائب ولا أصلا نعرف يا يوم نستلم يجوز اليوم تجينا رسائل بالقروب يا با يوم إما ثلاثة أو الأربعاء أو الأحد أو الأربعاء إذا أطلقوا الرواتب البقية هذا بارح أنا سمعت هذا بأنه رئاسة الحكومة ورئيس وزراء جمولية والمجلس النواب كذب هذا بعد لصة تقوم بي أنا شفت قال أطلق رواتب ولا دينار ما أخذ ولا واحد أذاك موجودين مجارة المالية موجود أنا تريدون أنطيكم رقم تلفون مسؤول مالية مجموعة النواب ما بعد خلص البرنامج مالك وخابروه إذا أكو بعد واصلت فلوس يوم ما حق يعني زيارة دولة رئيس الوزراء إلى أقليم كردستان هذه زيارة يعني تبعتها يعني إرسال مبالغ لأقليم كردستان وأيضا أعتقد مستحقات الفلاحين في الأقليم يعني أنتم كفلاحين في تلك المناطق التركمانية استلمتم مستحقات الفلاحين استلموا يعني هل هناك يعني بشائر خير لا بالنسبة أنا تابعت هذا الموضوع بالموصر لأنه فلاليح كان يمي قبل أربعة يام خابرت يعني تسعين مليار دينار جاء على الفلاليح للشعير فقط على أساس هذا الأسبوع لأنه صار الأسبوع تقريبا أكثر أربعة وخميس يعني فلوس خصصوه تشعير من جهة وزارة الزراعة من جهة وزارة التجارة يعني دينهم مشتركين بالموضوع يعني تسعين مليار خصصوه لأنه أنا في الآل يحشن جاعد في منطقة بير الحلو يسموه قريبا على سنجار خابرت الوزير قال خصصنا تسعين مليار توزعون بعد هذا تخصار تخصيص نعم سيادة يعني المادة 125 نعم المادة الدستورية وأعتقد السيد أشد الصالحي هو أضو لجنة التعديلات الدستورية أكد وأشار إلى حقوق المكون التركماني واعتبار المكون التركماني المكون الثالث الرئيسي يعني نسمع التركمان مكون الثالث ولكن أين أنتم من المكون الثالث يعني لماذا تصرون على أنكم مكون ثالث لماذا لا تقول نحن عراقيون وللينا حقوق والواجبات متساوونة في ضمن الدستور مثلا وأيضا أشار السيدة الشهد الصالح إلى إدراج منزلة ألتن كوبري في انتفاضة 91 يعني هذا أيضا إنجاز كبير للتركمان أنا وأقول معدى 125 حقوق الأقليات والمكونات القومية التركماني يعني تضروط على تقومية بالعراق لا حقوق ولا اجتماعات ولا هذا تركمان مهمشين بالعراق لا أفلان ولا فستان الموضوع تركمان مهمشين بالبلد هناك مؤامرة خاصة له لماذا ينتقبوكم التركمان المكون لا يكو يقول لنا قلتك من البداية وعد لا يكو سياسي ليس سياسي قبل سياسي قبل الله سبحانه وتعالى يقول وقفوا منهم مسؤولون من ينطي وعد ينفذ الوعد الما ينفذ الوعد ليس سياسي هذا مراوغ يراوغون يعني صاير تجارة بحلوق السياسيين التركمان التركمان اللي يكره تركيا يكره التركمان اللي يكره ذربيجان يكره يتعاملون معاك تعامل ليس صحيح ليس كشعب مع كل الأسف الشعب الشعب التركماني جزء لا يتجزأ من شعب العراقي لماذا تطلع الوجبات والتعيينات والتقص تدري كل العسكرية اعتقد تجيش الوجبة غير سبع طلاب ما اخذوا من هدهم من مليونين ثمانمائة نفار يا اخي اكو مصالح سياسية شخصية مصالح حزبية والتركمان انا اقل لك مهمشين في زمن عادل عبدالله من 2003 مهمشين وجزء يتحمل التهميش هم قادة تركمان نص يتحملون قادة تركمان ونص الاخر المسؤولي الدولي سياسي نعم النواة في الدورة الماضية في الدورة قبلكم يعني لغوا الكوتا في بغداد وبقوا الكوتا في اقليم كردستان يعني ليش لغوها في بغداد وحلال في اقليم كردستان اوه منشكله الدستور ومنكتبه الدستور كم تركمان موجود بياه ما كتبه ما ثبته بالدستور حقوق تركمان ما ثبت 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 هذا ثبت ما اتهم ايش ثبتوا حقوق احزاب اكثر يعني برأيك تثبيت شون شون حيكون التثبيت ثبتوا حقوق احزاب وذلك الوقت اكثر من حقوق قوميتهم هذا الموضوع تثبيت انا بالانجل مكتوب ترك ما مذكور او بالكتاب ما مذكور انا اريد العمل موجود بالساحة العمل عمك كاركوك الآن صارت عن قريب راح نضيع الهوية هس اعدنا نتعامل مع العرب والاكراد يا با كاركوك كاركوك أبن وجدا من سنة 1957 بالتعداد عام سكان مدينة تركمانية الجزار تجزائية العرب يقولون باننا لا نقول كاركوك عربية وانا نقول كاركوك عراقية الكرد ايضا يقولون لن نقول كاركوك كردية نقول لأنه حقيقة مدينة تركمانية يلعسل كل الدول العالم ولكن وين انتو العاد ليش غير تركمانية وينكم العالم صدام حسين غيرها ثمها تأمين راديم حيث كاركوك وربك هم رجع اسم كاركوك هم راح ترجع تركمان قومية تركمانية هم ترجع لكاركوك لأنه الحق ما يضيع حق ما يضيع نعم التعديلات الدستورية باعتقادك يعني من الدباجة لحد آخر المادة آخر فقرة من الدستور يعني كما ذكرنا تم إدراج مجزرة 91 لألتون كوبري بالإضافة إلى مضالم التركمان في قرية بشير سبحان الله قرية بشير تعرضت إلى نكبات عديدة من عهد البائد وحتى اليام الأخيرة استداف هذه القرية قرية بشير منطقة 90 كوبري تلعفار العياضية محلبية كل ما تأذن يعني مناطق المحررة فقط مناطق المحررة التركمانية مهمش يعني أنبار وصلاح الدين ميزانيتهم إعمارهم استثمارهم مثل بقية المناطق التركمانية لماذا أنتم ما تطالبون بميزانيتكم بحقكم أنا قلنا طالب ما باقي ماكو باب ما طالبنا لأنه ناس لهم ضغوطات لهم مؤامرة لضد القومية التركمانية بصورة مختصرة من هي تلك الجهات جهات موجودة من هي غير كتل كومت السياسية جهات موجودة جهات من وصيادة النائب يعني جهات كتل سياسية بالبرلمان جهات اللي مستفادين Didn't من الكركوك والننار النفو لا جهة تحددها السيادة النائب تحديد الجهات صحيح تجاه تحدد أخو ما تحدد باسمه أنا أعرف اسم الثلاثي أدري بأجهات بعد وصلنا هاي ورقة شي سأم بأي كتبون بي أكو جهات مستفاد من نفط الكركوب أكو جهات مستفاد من الانتخابات القادمة من التركمان هم ذول اللي تأمروا على التركمان وبعض السياسيين وبعض السعفي تدري نوبات صار علاقة بيننا وبين تركيا في بعض العلاقة في برود أو علاقة شوية فتور بالمنطقة تدري تركمان ده يتأذون يعني هم اللي ينظر علينا ينظر بغير ما ننظر عليهم مفروض إحنا نحدد سياستنا مثل ما ينظرون علينا ننظر عليهم ننظرنا بعينين قوية ننظرنا بعينين قوية سيادتنا ذكرت بأنكم أنتم النواب التركمان تمثلون كل التركمان من تلعفر إلى مندلي يعني بالنسبة لكاركوغ يعني توقعك على كاركوغ هناك تسريبات إعلامية تقول بأن هناك نية في إفراغ مقر قيادة العمليات المتقدمة في كاركوغ وتسليمه إلى مقر الحزب الديمقراطي الكردساني كان قبل 16 أكتوبر يعني هل تتوقع أنه هذه تؤثر على التعايش السلمي والمكونات في كاركوغ؟ وهل تعتقد أنه التأثيرات الحزبية على الوضع الأمني في كاركوغ؟ أولا تأثيراتها أمنية تأثر من ناحية الأمنية كيف؟ لأنه أكو حزب نسلط يصير أحزاب ثانيا ضعف الحكومة المركزية يعني أنا قائد عسكري أسلم مقري على حزب في عهد عادر عبد المهدي تم القرار أيضا ولكن تم التريوس به لا ضعف ضعف من الحكومة المركزية وضعف من القوة العسكرية بأنه أنت تحمي كاركوغ مدينة عراقية ومعارقية ما تحمي ما تفتح مقرك بعد علي من تنسحب المقر تنسحب المقر حددوا مادة ضعف للحكومة المركزية يعني هذه إلى ربما تسريبات إعلامية في مواقع توافر تسريبات إعلامية لأنه هناك سياسيين هناك إعلاميين مقدمات يتكلمون هاي مقدمات التحقيق ما بعد المقدمات ولكن الحزب الديمقراطي أيضا حزب عريق يعني ربما له الحق أن يعودي لمقراته في كاركوغ حزب الديمقراطي حزب عريق دين الإسلامي دين عريق خلي أخذ واشنطن خلي أخذ نيويورك مو عريق 320 سنة عمرنا أمريكا إحنا عمرنا فوق 5000 سنة خليدنا إحنا عراق قدما نأخذ دول الجوار الجدد دول استراليا عمره 220 سنة أمريكا عمره 320 سنة إحنا قدما نروح نأخذ هذا كل واحد خليم يأخذ عريق ما عريق على نفسه مو عريق عليه أو على القومية التركومانية يعني باعتقادك أنه كاركوغ إن شاء الله وضعها الأمني حاليا وضع مستقر ومستتب يعني ما تؤثر عليها على وضعها الأمنية أي تأثيرات جانبية بعودة الأحزاب أو بغلق المقرات مثلا الأمنية باعتقادي كاركوغ مصغر العراق مدينة مصغرة تقريبا مكونات العراق في داخل كاركوغ أن تكون بيقع الحكومة المركزية قوية من تضعف الحكومة المركزية تكثر بها المشاكل لأنه هذا يوم يعني أنتم من نواب التركومان ما اتفقتوا أنتم تكون بالقائد العام للقوات المسلحة السيد الكاظمية حول هذه القضايا قضايا التي تخص كاركوغ والمناطق التركومانية مثلا هو هذا مثل ما تفضلت أنت بالبداية قلت لأنه بعد إعلام ما أكفت حقيقة بإفراغ المقر العمليات أعتقد المكونين العربي والتركوماني أصدروا أصدروا بيان أنا استفسرت من بعض القادة الكبار يعني بالجيش قالوا سيد ما ما سامحينا يعني بعد أنا براتب أنا سألت وخابرت وتليفونيا قالوا ما عدنا ما هذا الموضوع لحد الآن ما كفت يعني تصبيق عملي هذا الموضوع ربما يصير بس هذا الكلام تليفونيا أي السيادة النائب يعني نعود إلى شأن الانتخابي هناك شكاوي في كاركوغ قلوا المكتب المفاوضي المكتب مفاوضية الانتخابات في كاركوغ يعني لم يكن العدد المنصف للتركومان يعني لا يوجد موظف مثلا في مكتب مفاوضية الانتخابات في كاركوغ إحنا من البداية قلنا التركومان مهمشين بالإراغ معها قومنا نحكي على المفاوض جزء جزء بالتربية مهمشين بالمفاوضية مهمشين بالدفاع مهمشين بالداخلية مهمشين هذا بقى تهميش خاص حاضرتك تذكر أنت تقولون التركمان مهمشين يعني البركة فيكم سيادة الناب بركة فينا بركة رفيق من البداية وبركة من البداية من 2003 بالدستور وبعدين أنا قلت لك جزء مشكلة يحمل 50% قادة التركمان و50% حكومة المركزية القادة ألم تقصد يعني قادة الأحزاب قادة السياسيين السابقين والحاليين يابا أنا أتحمل سيد المختار يتحمل جزء بقية ما يتدخل بيهم أنا ما أذكرهم لا أوريد ولا أسأل أنا أتحمل جزء من مشاكلنا ليش لأنه من دخلت السورة بررامان ممثل التركمان بالهذا تنطوننا تنطون ولو ناديناه تنطوننا 13% بالعراق لأنه 1.8 مليون مليون نص نزلنا إلى 10% 6% بالأخير حتى الأخ عادل عبد المادي قال هم التركمان ما موافقين رحت افتريت النواب كلهم وقعوا يابا إحنا 13% موافقين وديت الأخ حميد الغزي كان موجود برئاسة الدولة قلت لأ أخوية الدكتور عادل يقول أنتم ما موافقين على النسبة قلت لها تفضل تواقعنا ثمانيتنا إحنا موافقين أكو لعبة يلعبون السياسيين مع بعض القومي مع قومي التركمان وبعض الأقليات أين الفيليين أين بقيت أين الصابية أين 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 ليش هم يذكرون الله كريم إن شاء الله بعد سيادة نأب يعني أرجو أن تتماسك عصابك وهدوءك مو هذا أنت تسأل من أندي اسم خو ما أنا أروح أسأل اسم أبو اسم جدة نتمنى ونأمل إن شاء الله في الأيام المقبلة أنه اسم المرشح للوزارة يعني اسم واضح وأيضا من التكنقراط لربما حضرتك أنت لربما اختصاصك يساعد على تسنم منصب وزاري مثلا أنا دائما أقول قدام النواب التركمان وقدام الأخوة اللي متواجدين يا من السياسي يجينا واحد تركمان يحب التركمان من زخه إلى خانقين إلى قامش لي كل أن يكون قومي أن يحب قوميته أن يخدم قوميته أن لا عنده نظرية جغرافيا مال تركمان عنده جغرافيا تركمان بس مو في داخله يخدم التركمان داخل عراق أينما كانوا يعني قبل الختام نتطرق إلى الوضع الأمني في مناطق في تلعفر يعني لربما لوضع مستتبه هناك أيضا أو بعض الثغرات أو بعض الخلايا النائمة لديها نشاطات يعني وضع المنطقة الأمنية في غرب لأنه وضع نقدر نقول جيد ليس جيد جدا جيد لأنه أكو تجاوزات بعض القوى الأبدية في سيطرات وأخذ بعض الأموال الغير الشرعية من المواطنين وخاصة من الفلاليح والغنام الموجودين ذي تشي المنطقة وبالخصوص على الدفاع النظر على هذا الموضوع في غرب نينوان أي في الختام أشكرك جزيلا شكر عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب السيد مختار الموسوي حياك الله وبياك كنت ضيفا عزيزا وكريما في برنامج قضية المناقشة ومن استوديوهاتنا في بغداد أهلا وسهلا حياك الله وأسلم على كافة الإخوان اللي سامعين وبخصوص الترك وعن في داخل شكرا لكم وشكر موصول لكم سادتي على حسن المتابعة والإزغاء وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر